موسيقى مشاهدين الكرام لكم منا تحية وسلام في الدول التي رزقها الله بالعقلانية والوطنية الحقيقية والاستقلالية يتجمع مواطنوها في كيانات أطلقوا عليها اسم عزاب وفي أغلب الحالات يكون فكر الحزب وأهدافه وبرامجه السياسية والاقتصادية والثقافية الجامع والموحد والجاعل عضو الحزب مناظلا صادقا من أجل رفعة حزبه وتعزيز فرصه في الفوز بإدارة الدولة لأطول فترة ممكنة بهدف خدمة المواطن والحفاظ على سيادته وثرواته وأمنه واستقلاله وليس من أجل الاستغلال والابتزاز والكسب غير المشروع وعادة ما يكون في الدولة حزبان رئيسيان أو ثلاثة هي الأكثر شعبية والأكثر تأثيرا في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل عام ولأن كل حزب عالم بأنه لن يستحق الفوز بالحكم إلا بإقناع أكثر عدد من المؤيدين الذين يمنحونه ثقتهم في الانتخابات فقط صار همه الأول هو منافسة الأعزاب الأخرى ولكن بالمنتديات والحلقات الدراسية وحملات الدعاية وحتى بالتظاهرات السلمية طبعا لشرح مبادئه وخططه العملية لتطوير المجتمع وتحقيق المزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالمناسبة شهدت هذا النوع الراقي من الحياة الحزبية في اليونان بعد سقوط الدكتاتورية في عام 1974 فقد هيمن على الشارع السياسي اليوناني حزبان كبيران هما النية الديمقراطية أي الديمقراطية الجديدة وهو حزب لبرالي يميني ديمقراطي وحزب الباسك وهو تجمع اشتراكي يساري وفي أعوام إقامتي في اليونان من عام 1980 حتى عام 1984 تعودنا على أن نرى تظاهر شعبية ضخمة تملأ شوارع العاصمة أثناء ينظمها حزب النية الديمقراطية هذا السبت مثلا طبعا هو يوم عطلة نهاية أسبوع ولم يصادف أن تظاهر اليونانيون في أيام العمل الرسمي ملاحظة لم يكن يرفع الحزبان المتنافسان في جميع تظاهراتهما غير العلم اليوناني الموحد وفي السبت الذي يليه يتحدى حزب الباسك الاشتراكي خصمه الديمقراطي بتظاهر هادرة أخرى والطريف أنك تجد رئيس هذه المؤسسة الحكومية ينتمي لحزب ومساعده من حزب منافس ولكنهم في العمل الرسمي صديقان متفاهمان يحترم أحدهم الآخر برغم خلافهم السياسي وفي المقاهي تستمع دائما إلى الجدال السياسي بين مناصرين لهذه الحزبين المتنافسين ولكن دون معارك لا بالكلام ولا بالأيدي ولا بالمسدسات ومن الطرائف السياسية التي لا تحدث إلا في اليونان إليكم هذه الحكاية قسطنطين كاراملس رئيس حزب النية ديمقراطية محامن يوناني ناجح أسس الحزب وقاده بنجاح إلى أن تسلم السلطة في عقاب انتخابات تلت سقوط الدكتاتورية العسكرية عام 1974 والتي لم يسمح الشعب اليوناني ببقائها أكثر من أربع سنوات فلم تتوقف ولو يوما واحدا تظاهرات اليونانيين ضد الدكتاتورية العسكرية يمينيين يساريين فقراء أغنياء متعلمين غير متعلمين إلى أن جاءت نهاية الدكتاتور بابا دوبلوس عندما ركب رأسه وأمر إحدى دباباته باقتحام الحرم الجامعي وقتل عشرين طالبا عندها انتفض الشعب اليوناني كله ولم يوقف انتفاضته إلى أن أسقط الحكم العسكري والحاكم الدكتاتور وأعوانه كان كرامينلس خصما عنيدا جدا لجورج باباندريو رئيس الحزب المعاذر باسوك وكثيرا ما شاهدنا المسيرات الضخمة التي كان الحزبان يتباريان في حجدها في ساحتي أثينا الرئيسيتين بلاكا وسندقما والشوارع المتفرعة عنهما يتظاهر اليونانيون ويتبارون في اختراع الشتائم لخصومهم وفي اليوم التالي يعود كل منهم إلى مقر عمله وكأن شيئا لم يكن من دون أحقاد ولا حروب وحين فاز الباسوك وأصبح باباندريو رئيس الوزراء لم يقل احترامه لخصمه ولم يتجاهل أهميته ووزنه على الساحة السياسية بل كان يستعين به وبعلاقاته ومعارفه في أوروبا وأمريكا عند الأزمات ثم حدث أن تقاعد رئيس الجمهورية وبتأ البحث عن رئيس جديد وبعد الكد والجد لم يجد الباسوك الاشتراكي اليساري الحاكم رئيسا وطنيا مخلصا ورجلا أمينا على اليونان واليونانيين سوى خصمه المعارض العنيد قسطنطين كاراملس وبصعوبة بالغة تمكن الباسوك من إقناعه بالقبول بمنصب رئيس الجمهورية ويوم أن حلف اليمين الدستورية التقليدي أعلن استقالته من رئاسة النية الديمقراطية وقطع على نفسه أمام الله والشعب عهدا بأن يكون رئيسا لكل يونانيين ثم كان بالفعل رئيسا لجميع اليونانيين قولا وفعلا يمتلك كاراملس شقة عادية مطلة على الملعب الأولمبي في قلب العاصمة منذ أن كان محاميا وقبل أن يترأس حزب الديمقراطية الجديدة ومكث فيها وهو رئيس جمهورية يذهب صباحا إلى مكتب الرئاسة كأي موظف وحين ينتهي عمله يعود إلى شقته بسلام شاهدته مرة مع زوجته في مطعم أسماك على شاطئ غليفادة يشرب ويأكل بهدوء وقد علمت من كثيرين بأنه يقصد مثل هذه المطاعم بين الحين والحين دون حراسة وقيل إنه كان يرفض أن يستضيفه أعد ويسر على أن يدفع حسابه كاملا دون نقصة أما عندنا في العراق فأعجوبة فنحن نمارس الحزبية وكأننا في حالة حرب مع الذين ينافسوننا من أيام العهد الملكي وحتى اليوم والذي يجب الاعتراف به هنا هو أننا حولنا الأحزاب إلى قبائل وجعلنا رئيس الحزب معبودنا الأوحد ومن يمسه بسوء يحق أن يهدر دمه ويستحق القتل شنقا أو بالخناجر أو بالسيوف أو رميا بالرصاص إن معاركنا الحزبية التي أكلت الأخضر واليابس وسحقت مئات آلاف الشهداء والمفقودين والمغيبين والمهجرين والهاربين إلى المنافي أكبر من أن تنسى مع الأسف الشديد في العهد الملكي كان عدد الأحزاب بالعشرات فقد كان من شروط الزعامة والوجهة أن يكون لكل زعيم سياسي حزب أو حزبان أو ثلاثة أبرز تلك الأحزاب الحزب الوطني برئاسة جعفر أبو التمن حزب الأمة برئاسة ناجد سويدي حزب الاستقلال برئاسة محمد مهدي كبة حزب التقدم برئاسة عبد المحسن السعدون حزب العهد الجديد برئاسة نوري السعيد حزب الإصلاح برئاسة سامي شوكة حزب الإخاء الوطني برئاسة رشيد علي القيلاني الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل أتشادرشي حزب الاتحاد الدستوري برئاسة عبد الوهاب مرجان وطبعا هذا النوع من الأحزاب يبقى ما بقي الزعيم وحين يختفي الزعيم يضمحل الحزب بسرعة ويموت ومن أحزاب المعارضة السرية في العهد الملكي عرف العراقيون أحزابا كثيرة أهمها الحزب الشيوعي العراقي تأسس عام 1933 برئاسة يوسف سلمان فهد حزب البعث العربي الاشتراكي تأسس عام 1950 برئاسة فؤاد الركابي حزب الإخوان المسلمين تأسس عام 1940 برئاسة محمد محمود الصواف الحزب الوطني الديمقراطي تأسس عام 1946 برئاسة كامل أتشادرشي الحزب الديمقراطي الكردستاني تأسس عام 1946 أيضا برئاسة ملة مصطفى البرزاني حزب الدعوة الإسلامية تأسس عام 1957 برئاسة محمد باقر الصدر ومن الضروري هنا أن نتحدث عن جبهة سميت بالجبهة الوطنية تشكلت عام 1957 على ضوء انتفاضة الشعب العراقي عام 1956 للوقوف ضد العدوان الثلاثي على مصر بالإضافة إلى موقفها من النظام الملكي ومطالبتها بالبرلمان وقطع العلاقات مع بريطانيا وتحرير العملة العراقية من الاسترليني وتأميم النفط من الشركات الأجنبية وتتألف من الأحزاب التالية الحزب الشيوعي العراقي حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الوطني الديمقراطي وشخصيات قومية وشخصيات مستقلة ولكن فور نجاح الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف ورفاقهما الذين كانوا يسمون أنفسهم بالضباط الأحرار في الانقلاب على الحكم الملكي واغتيال العائلة المالكة سرعان مختلف الحلفاء وسرعان ما تمترس الحزب الشيوعي واليساريون خلف الزعيم عبد الكريم قاسم وحزب البعث والقوميون العرب والإسلاميون ورجال العهد الملكي خلف عبد السلام عارف وبدأت الحروب الداخلية بين حلفاء الأمس وراح الحزب الشيوعي وحلفائه يشنون حملات تصفية البعثيين والقوميين حزب البعث يطالب بالوحدة الفورية مع مصر والحزب الشيوعي يطالب بالاتحاد الفيدرالي وثبت فيما بعد أن حزب البعث لا يريد الوحدة مع جمال عبد الناصب بل دخل في صراع معه بعد ذلك كما أن الحزب الشيوعي لم يكن صادقا في دعوته إلى الاتحاد الفيدرالي مع مصر عبد الناصر المهم هنا هو أن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان إلى ما قبل بضعة شهور وطنيا ومعاديا للاستعمار والصيونية وأهلا لأن يضع الحزب الشيوعي يده بيده في جبهة الاتحاد الوطني السابقة تحول بقدرة قادر بعد تموز 1958 إلى حزب شوفيني وعميل وخائن وعدو شعب من الدرجة الأولى يستحق أعضاؤه ومؤيدوه وحتى المحسوبون عليه القتل والسحل وما كن مؤامرة تصير والإحبال موجودة ثم حين تمكن حزب البعث وحلفائه القوميون من الانقلاب على الزعيم عبد الكريم قاسم وعلى حلفائه الشيوعيين والإساريين في عام 1963 كان أكثر دموية وأكثر انتقاما وأكثر إصرارا على اجتثاث الحزب الشيوعي وحلفائه بالقتل والتعذيب والاغتيال وأنتم أعزائي المشاهدين أعرف بما جره على الوطن وأهله ذلك الصراع الدامي بين الشيوعيين والبعثيين العراقيين منذ عام 1958 وحتى اليوم فالحوار بينهما تحول إلى اقتتال بكل أنواع الأسلحة وليس بالفكر والعقيدة والبرنامج السياسي والاقتصادي وبالتي هي أحسن وبالحجة والموعظة الحسنة كما يجري في دول أخرى في العالم وتأملوا معي كم خسر الوطن من خيرة أبنائه سواء كانوا من الشيوعيين أو البعثيين أو الإسلاميين الذين راحوا ضحية صراع القيادات السياسية مع الأسف الشديد ومثال على نوع العلاقة الرفاقية بين الحزب الشيوعي وحليفه السابق وحليفه اللاحق أيضا حزب البعث العربي الاشتراكي ذكرني الزميل الصحفي والكاتب والمؤرخ الأستاذ سيف الدين الدوري بطرفة من طرائف الصراع الحزبي في تلك الأيام التي شهدت هيمنة الشيوعيين على الشارع والحكومة والجيش والشرطة في أواصط عام 1958 كانت المنظمة الشيوعية في تكريت قد تحولت إلى الآمر الناهي في البلدية والشرطة وراح أفرادها يتصيدون البعثيين ويأمرون باعتقاله في يوم 24 ثاني 1958 دعانا مسؤول حزب البعث في تكريت قتيب الآلوسي إلى الاجتماع في منزل الأستاذ نعمان معروف الدوري الكائن خلف السوق الشعبي لبيان رأي الحزب في الأحداث الأخيرة وكان الحاضرون كل من سيف الدين الدوري عدنان معروف الدوري حسام عبد العزيز العلي فاضل البراك خالد فارس الخشماني ظافر ماهر ومنعم عايد وأنا كان قتيب الآلوسي وهو يهمس يسمعه الناس عن بعد كيلومترات ولأن شباك الغرفة التي اجتمعنا فيها كان مطلا على سوق القدار فسرعان معلم الشيعيون بالأمر فأبلغوا شرطة تكريت فوجئنا بضابط شرطة ينادينا وهو على مدخل الدار خارجا قائلا نعرفكم واحدا واحدا ولن ندخل لنأخذكم وذلك احتراما منا لحرمة أهل الدار فخرجوا وإلا فنحن مضطرون للدخول وبالفعل بدأ المجتمعون يخرجون واحدا بعد واحد أما أنا فقررت البقاء جالسا خطرت لي فكرة قلت ربما يكتفون بالذين خرجوا وسلموا أنفسهم ويذهبون بهم إلى التوقيف فأنفذ أنا من الاعتقال وقد يدخلون فيأخذونني وبالفعل اكتفوا بزملائي أخذوهم ورحلوا ونجوت وبعد ربع ساعة ذهبت لأسلم عليهم وهم وراء القطبان ضاحكين فرحين بنجاتي إراقيون أولا وقبل كل شيء ورغم كل شيء في عام 2006 وأنا مقيم في عمان ظننت أنني أستطيع مقارعة الطائفية والعنصرية والديكتاتورية والفساد بأن أجمع النخبة المفكرة العراقية الديمقراطية وتوحيدها في كيان تقافي واحد يجمع الكتاب والشعراء والإعلاميين والأكاديميين الديمقراطيين ويوحد خطابهم ويجعلهم صوتا فاعلا وقويا على ساحة العمل الوطني العراق يساعد على خلق رأي عام ديمقراطي يحاصر الخرافة والعمالة والخيانة والفساد ويضيء الطريق أمام الشعب العراقي نحو الغد المأمول وبالفعل وتحت شعار عراقيون أولا والفترة من 14 مايو أيار 2006 ولغاية 17 منه تحقق الأمل وعقدنا المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس العراقي للثقافة في العاصمة الأردنية عمان بحضور 218 من المثقفين العراقيين القادمين من داخل ومن خارج العراق كان من أبرز المشاركين بحماس وإخلاص وزراء سابقون وسفراء وشعراء وكتاب وفنانون كبار نقشت مسودة النظام الداخلي في أجواء ديمقراطية نقية وشفافة وأجريت عليها تعديلات مطلوبة لشمول جميع الشرائح التقافية المؤمنة بعراق ديمقراطية حقيقية حر وقد حضر من داخل العراق وفد مكون من 25 مثقفا من الإعلاميين والأكاديميين والأدباء والكتاب والباحثين والفنانين شكل فيه وفد اتحاد الأدباء العراقيين إلى المؤتمر العمود الفقري في جميع اللجان والندوات واللقاءات التي شهدها المؤتمر وفي اليوم الثاني للمؤتمر تم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس العراقي للثقافة وأشرف على الانتخابات القاضي دار نور الدين يساعده القاضي حسين مرزل حسيني وبحضور 108 من المثقفين التقدميين وقد تم انتخاب 16 عضوا أصليا للأمانة العامة وثلاثة أعضاء احتياط وأزعجكم باستعراض أسماء أهم أصحاب الجهود المخلطة في تأسيس ذلك المجلس مع حفظ الألقاب والمناسب والمراكز والمقامات حمداني حكمة مهدي حافظ سيار الجميل فارح عبد الجبار فاطمة المحسن مفيد الجزائري زهير الجزائري فوزي كريم مالك المطلبي عبداللطيف السعدون يحيى السماوي حميد الخاقاني عبدالأمير العبود دار نور الدين إبراهيم أحمد ضياء الشكرشي ياسين النصير فيصل الياسري هند كامل عبدالستار ناصر هدية حسين حسين الأعظمي طالب القراهلي هاشم الشبلي رشيد الخيون نجيب محيددين أياد الزاملي فاضل ثامر الفريد سمعان عقيل مهدي علي شبو إحسان فتحي كاظم حبيب هاشم حسن خالد الحلي عدنان الصايغ رشا فاضل عبدالإله كمال الدين وآخرون كثيرون أنشأنا موقعا باسم المجلس على الإنترنت كان ملتقا حقيقيا لأهم كتاب العراق ومثق فيه في الداخل والخارج أنشأنا دار نشر باسم المجلس ونشرنا عددا كبيرا من أهم ما كتبه أعضاء المجلس عقدنا ندوة مهمة عن حضارة وادي الرافدين مثل فيها المجلس الراحل محمد غني حكمة والدكتور إحسان فتحي وأدارها زاهي وهبي في معرض كتاب بيروت شارك المجلس في معرض الكتاب في الرياض ومثله فيها الناقد ياسين النصير والباحث ضياء الشكرشي وأنا قدم المجلس مكافآت ومساعدات مالية لبعض الأدباء والكتاب المتميزين وكثير من النشاطات الأخرى أقمنا أسبوعا ثقافيا عراقيا شعبيا في عمان أداره الراحل طالب القراغلي وغنى فيه ياس خضر وفؤاد سالم وشاركت فيه فرقة الفنون الشعبية العراقية وأقمنا معرضا للفن التشكيلي إضافة إلى الندوات واللقاءات والمحاضرات العديدة ومن الجدير بالذكر والتسجيل هنا أن الفنان العظيم محمد غني حكمة تطوع فصمم شعار المجلس جاعلا عمود الحضارة العراقي قد تعرض للكسر والانحراف وجعل أيادي أعضاء المجلس مجتمعة هي التي تتحمل مسؤولية إعادته إلى وضعه المشرف السابق وسافر إلى روما لتحويله إلى درع نحاسي يقدم هدية للمبدعين العراقيين ثم جعله وساما يوضع على صدر كل عضو في المجلس وبعد أن قررت ألقى المجلس بعد الحرب الشعوى التي شنتها علينا أجهزة مخابرات عديدة لا يروق لها أن يتجمع المثقفون التقدميون في كيان موحد سألني الراحل محمد غني حكمة إن كنت أتنازل له عن شعار المجلس ليقوم بتحويله إلى نصب كبير يوضع في إحدى ساحات عاصمة الحضارة بغداد وهذا ما كان تخيلوا لو بقي المجلس بكل هذه الخبرات والكفاءات والطاقات والأسماء الرنانة أما كان سيغير كثيرا من قناعات العراقيين ويخلق رأي عام وطني عراقي متحذر وديمقراطي يقارع الطائفيين والعنصريين والمزورين والفاسدين لديكم الجواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المرحوم جميل بشير أبو جنيد أفضل من عزف وألف ووزع وابتكر كان يملك شركة تسجيلات إذاعية ومعتمدا من إذاعة الكويت ليزودها بالأغاني والموسيقى العراقية وبأحاديث لأهم الكتاب والمفكرين العراقيين وكان أغلب هؤلاء المفكرين لا يتمتعون بأصوات وطرق إلقاء مناسبة فكان يستعين بي لتسجيلها نيابة عن أصحابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبق معكرونيا يقوم هو بنفسه بإعداده وكان خبير وكنت أعلم بأنه مولع بهذه الطبقة مع عزف على عود أو كمان أو إسمع آخر تسجيلاته الموسيقية قبل أن يسمعها غيري كانت ليالي ذهبية لا تنسى جميل ضل محافظا على شرقيته في حين عمد منير إلى التغريب وحين تعرفت جيدا على أخيه منير في أوائل السبعينيات أدركت عجم الفرق بينهما فلمنير في عزفه على العود ميل كبير إلى المظاهر والإبهار والزخرف والبهرجة حين كان منير مقيما في بيروت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كان قد تزوج من هنغارية وجاء بها معه طبعا لم يعد في إمكانه أن يعمل عازفا للعود في الملاهي مثل ما كان يفعل في بغداد فاضطر إلى تأسيش شركة إنتاج إذاعي مع المؤلف والموزع الموسيقي الراحل وليد غلمية وحين زرنا بيروت الراحل حسين مردان وأنا لشراء الجديد من الغناء والموسيقى في عامي 1970 و 1971 كان منير دليلنا إلى الفنانين والفنانات ودكاكين بيع الأشرطة والاستوعنات وكنا نشتري ما لديه هو قبل غيره ولم نكن نقبل دعواته الملحة لنا على غداء أو عشاء لمعرفتنا بظروفه الصعبة كان لطيفا ورقيقا ومتفانيا في خدمتنا وحين عدنا إلى بغداد تمكنت من استعصال موافقة وزارة الإعلام على دعوته مع شريكه وليد غلمية لزيارة بغداد وتسجيل بعض الجديد من إنتاجهما وبالفعل حضر إلينا وأقام بيننا أسبوعا قمنا خلالها بتسجيل كل جديد منير وفي تلك الزيارة تمكن وليد غلمية من متجسور علاقته باللبنانيين والسوريين من أعضاء القيادة القومية لحزب البعض العربي الاشتراكي وشق طريقه في العراق إلى أن لحن ووزع النشيد الوطن العراقي أما منير فقد عاد إلى بيروت محملا بوعود من طارق عزيز بمحاولة مساعدته على العودة إلى العراق والعمل كموظف في وزارة الإعلام أو وزارة التربية وعاد منير بالفعل في أواء العام 1972 ونسب للعمل كمشرف على الموسيقى في وزارة الإعلام وضمنها طبعا الإذاعة والتلفزيون لكن محمد سعيد الصحاف المدير العام للإذاعة والتلفزيون من دون سبب كره منير وراح يحتقره ويحاربه ويتعمد إهانته وزيادة في إهانته لم يتكرم الصحاف عليه حتى بمكتب صغير وهاتف ليمارس إشرافه على ما له علاقة بالموسيقى فمنحته الحرية الكاملة في استخدام مكتبي لمقابلة من يشاء من أعضاء لجان الأصوات والألحان والضيوف سألني الصحاف مرة لماذا تفعل له كل هذا؟ قلت له إن نصف عملي موسيقى وغناء وإن فنانا كبيرا بحجم منير وموهبته وخبرته وثقافته الفنية سيحمل عني عبءا كبيرا ويمنح الإذاعة فنا أصلح من الفن الذي أمنحه أنا أو غيري فضحك وفسر ذلك برغبتي في التهرب من بعض واجباتي المهنية والحقيقة أنني كنت ألازم منير وأعمل معه خطوة بخطوة يسأل بعض إخوتنا المشاهدين عن بداية عملي في الإذاعة ورغم أن هذا الموضوع شخصي إلا أنه قد يكون نافعا لأبنائنا وأحبادنا الذين يتصدون للعمل الإعلامي اليوم كنت في الصف الخامس أدبي شعبة أليف في ثانوية الكرخ عام 1957 مع المرحومين عدنان خير الله سامي مهدي موفق خضر موفق حنة مثلنا حمدان العزاوي الذي قتل في الهجوم على وزارة الدفاع في انقلاب شباط 1963 وكان الراحل صدام حسين في الرابع علمي في نفس الثانوية في تلك الأيام كان المذيع سليم المعروف يقدم برنامجا تقافيا في الإذاعة عنوانه البريد الأدبي وذات يوم فاجأني الشاعر سامي مهدي زميلي في شعبة الخامس الأدبي في ثانوية الكرخ بتهنئتي على قصيدة من ديوان الشعر الأول في سبيل الوطن سمع سليم المعروف يقرأها في برنامجه وفي اليوم التالي قررت أن أذهب لمقابلة سليم لأشكره ولأهديه نسخة من الديوان ذهبت إلى الإذاعة وانتظرته في الاستعلامات وكل عيون وآذان وأنا أراقب الداخلين والخارجين ولأنني لم أكن شاهدت أحدا من المطربين أو المذيعين من قبل إلا في صور المجلات والجرائد فقد تعرفت على قاسم نعمان السعدي من المذيعين الدكتور مصطفى جواد اللغوي الشهير وهما يدخلاني أو يقرجاني من استعلامات الإذاعة وعلى حضيري أبو عزيز وناظم الغزالي من المطربين موسيقى 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 بعضهم ناتب أهجع وأرتامح أولى الغار الثمامار وتعاب يفلح موسيقى كل ذاك التعب يا وصفتي راح وبالفرقة تشوالي هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي وعلى عزيز علي دربي صدنا ودربي ردنا ساعا حب وساعا شيل يا عرب ما واتشدنا دربنا وغيعانا الإثر الله وكيل غربنا وموصلنا لهن تعبنا وغدا واحدنا نحيل ولو شربنا هيى ويلنا موت أحمر وعلاج طويل وفوق الزيمة لاج زلمنا لو أطرش لو سادت إذن وحنا نعيط يا عرب ظانا وين اللي دلين سبيل ما تعهوا بالبيد مثلنا كان فرحي لا يوصف حين جاء سليم وصافحني باستغراب حين وجدني يافعا في السادسة عشرة من عمري وكان يظنني غير ذلك واستحبني إلى غرفة المذيعين بعد ذلك أخذني إلى استوديو كبير وأجلسني وراء مايكروفون كبير كان يتدلى من حامل حديد ضقم وطاول واجهتها من الخيزران المشبوك كانت تلك جنة التي طالما حلمت بها وأرشدني إلى مصباح أحمر فوق باب الاستوديو من الداخل وقال حين يضاء تبدأ بالقراءة وبهدوء ودون ارتباك بدأت القراءة وكأنني متمرس على هذا من زمان لقد أعجبه إلقائي للشعر وأثار انتباهه هدوئي وتماسكي أمام المايكروفون وحين انتهيت دخل علي مهنئا وقال إنك نصف مذيع قد لا يكون يقصدها أو قد تكون مجاملة عابرة لكنها فعلت في نفسي فعلها العجيب إذن علي أن أصنع النصف الثاني من المذيع ومن يومها وأنا أستمع إلى المذيعين وأميز أساليبهم وأتعلم منهم بشغف وأواعد نفسي بأن أكون بينهم في يوم من الأيام كانت وزارة التربية المعارف عيامها قد أصدرت أمرا وزاريا توصي فيه المؤسسات والمدارس التابعة لها بتشجيع الشاعر الصغير واقتناء ديوانه رغم سذاجة خصائده التي أعترف الآن بأنها ساذجة وأعجب من اهتمام الوزارة بها وذات صباح ذهبت لزيارة الرجل الطيب الكريم أبو جلال شاكر علي التكريتي مدير الاستعلامات العام في وزارة المعارف للسلام عليه وللاستمتاع بأحاديثه وطرائفه النادرة لكنه فاجأني بحماس غير عادي قائلاً لي أين أنت؟ إن عاد النورس يريد أن يجري معك لقاءاً لبرنامج الطلبة الذي يذع سباح كل يوم جمعة من إذاعة بغداد سألته وكيف علم بعلاقتي بك ليسألك عني وكيف تعرف علي قال لقد وصلهم كتاب التوصية الذي عممته الوزارة وكان طبيعياً أن يتصل بمديرية الاستعلامات ليطلب عنوانك كان عاد النورس من أبرز المذيعين على شاشة التلفزيون ومن أحبهم إلي وعلمت بأنه المسؤول عن البرامج الإذاعية في مركز أسائل الإضاحة التابعة لوزارة المعارف ولأن المركز يقع في مكان بعيد لا أعرفه جيداً وخشي علي أبو جلال من الضياع وأنا القروة الزادج الوافد الجديد إلى العاصمة فقد طلب عاد النورس هاتفياً ورجاه أن يحضر بنفسه لأخذي من الوزارة ومر زمن ليس بالقصير ثم أطل عاد بصوته الساحر الرخيم وجهامته وخضرة عينيه وابتسامته الدائمة وصافحني بحرارة فشعرت بمودة غريبة نحوه من اليوم الأول أنهينا تسجيل اللقاء في استوديو مركز أسائل الإضاحة في منطقة العلوية في بغداد ثم تركني وحدي وراء المايكروفون لأسجل له مجموعة قصائد يذيعها في فترات متباعدة قادمة وفور انتهاء من القراءة هنأني وأقذني من يدي وأدخلني على مدير المركز المخرج السينمائي المعروف عبدالجبار ولي الذي رحب بي هو الآخر وأخبرني بأن عادل رشحني للعمل معه بقراءة أخبار الطلبة أسبوعياً وتلك كانت بداية العلاقة الإسمنتية مع المايكروفون ثم يشاء حظ الجميل أن يعين مدير مركز الإضاحة بوزارة المعارف المخرج السينمائي عبدالجبار ولي في عام 1960 مديراً لبرامج الإضاحة والتلفزيون فيستدعي عاد النورس ويستدعيني معه لنكون بمعيته في العمل في الإضاحة والتلفزيون وأذكر أنه كلفني بإعداد وتقديم برنامج أسبوعي اسمه عراق الثورة وكانت تلك هي البداية التي رمت حياتي كلها في ألوقة الإضاحة والتلفزيون وحتى اليوم في الدول التي تحترم نفسها وشعبها تحرص الحكومات على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وضمن حدود الخبرة والكفاءة وتتميز هذه الدول بتربية أجيال في كل مهنة فتحرص على تهيئة جيل أول وجيل ثاني يأخذ مكان الجيل الأول بسهولة وتلقائية وبنون نقاش حين يتقاعد الجيل الأول ومن دول الشرق الأوسط التي تحترم هذه السياسة إلى حد ما هي مصر إلى حد بعيد يودعون واحدا من الجيل الأول عندما يتقاعد بالحفاوة والتكريم وبالجوائز والميداليات والأوسمة ثم يستقبلون البديل بحفاوة أيضا وباستحقاق بعيدا عن الأمزجة والدوافع العزبية والطائفية والعشائرية إلا ما ندر إلا نحن في العراق فرئيس الوزراء والوزير وقائد الجيش ومدير الأمن ومدير البنك ورئيس الحزب وقائد الميليشيا يأمر ويطاع وكثيرا ما تجد ضابطا في الجيش مديرا لمؤسسة علمية أو ثقافية أو فنية لا علم له بأبسط شؤونها وحين يتسلم مسؤول جديد مؤسسة لا يعطونه وقته الكافي لإنضاج معرفته بشؤونها ولا الوقت الكافي لإنجاز قطته التي وضعها لتحسين أدائها حسب رأيه واجتهاده يعين المسؤول بأمر مفاجئ ويطرد بأمر مفاجئ كنا في الإذاعة والتلفزيون أكثر من تعود على تغيير المدراء العامين ورؤساء الأقسام وحتى المذيعين والمخرجين فجأة ودون مقدمات ومن الطرائف التي اعتدنا عليها في قسم المذيعين مثلا أن رئيس المذيعين لم يكن يستطيع أن يبقى في مكانه عاما أو أكثر فنفيق ذات صباح لنجد فلانا قد طرد من رئاسة المذيعين وعين بديل له إما بمزاج المدير العام أو بسبب غلطة صغيرة أو لأي سبب آخر سياسي أو حزبي أو عشائري أو مناطقي غير عادل وغير منطقي وغير معقول وفي الأقسام الأخرى من الإذاعة كانت نفس الدوامة تدور ولا تتوقف وطبعا مؤسسات أخرى غير الإذاعة والتلفزيون لم تكن خالية من مثل هذه الفوضى والمزاجية والمحزوبية والمواطن العراقي يؤيدني في ذلك دون رئي مشاهدين الكرام لكم منا تحية وسلام وإلى لقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة